المعابر هم مقاتلو النظام ما رأيك أنت من خلال متابعتك للمسجدات في المدينة؟ طبعا أنا المركز في جينيف ودائما أحضر ونتابع لقاءات لافروف وكيري كانت دائما ثلاثة محاور أساسية في كل مفوضات المحاور الأول هو هدنة اختبارية تؤدي إلى اتصال المساعدة الإنسانية تهيئه للمرحلة الثالثة والهمة جدا وهي إجادة الحل السياسي وتعميق حل السياسي لأزمة السورية لأن يا سوريون احقنوا دماؤكم من قال ذلك؟ قال ذلك بابا الفاتيكان في بيروت للأسف القرضاوي قال اقتلوا لا تفرقوا بين مدني ويش عرفني أنا بين مدني وعسكري عنا العرعور وشيوه اقتلوهم اذبحوا دم يسيل في كل مكان بابا الفاتيكان الكاثوليك المسيحي يقول احقنوا دماؤكم إذن الهدنة احقنوا دماؤكم هي الأساسية لكن الهدنة طبعا بين السوريين السوريين يحقنوا دماؤكم حينما تتدخل قوى خارجية والأزمة السورية الآن تعولمت أصبحت عالمية تدخلت فيها قوى وأموال وقد تكون أيضا لمشروع استراتيجي وهو تقسيم سوريا والعراق الآن تقسيم سوريا والعراق أصبح حديث رسمي ليس حديث كواليس أعطيكي مثال بيرنار باجولي في 27 أكتوبر 2015 في واشنطن وهو مسؤول مخابرات خارجية الفرنسية يقول انسوا خراءة سوريا والعراق قديمة ثم خراءة جديدة نفس الشيء مدير السياي يذهبوا في هذا أن سوريا ستقصب بالنسبة إلينا الهدنة هامة جدا من ناحية تقنية يجب أن تستمر لأنه إذا استمرت ووصلت لمساعدة الإنسانية الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا لن تكون حرب سوريا لن تكون حرب لمئات سنة لابد أن يحقن السوريين دمائهم لأنهم حرب عبثية أنا مختصف في الجزائر أكاديميين عشر سنوات 200 ألف ضحية جزائرية 100 مليار دولار وفي نهاية المطاف وقعوا ونزوا من الجبل وعودنا والحمد لله وحقدنا دمائج جزائر سيد سيد سيداوي يعني أذهب بما تفضلت به إلى كيفية التفريق بين عناصر النصرة وغيرها هو ثم تداخل عسكري كبير جبت النصرة هي القاعدة وداعش معتبرتان كتنظيمين إرهابيين حسب الفصل السابع من مثاقهم مجلس الأمن الدولي يعتبرهما تنظيمين إرهابيين الإشكال فيه تنظيمين إرهابيين قويا جدا لما نطرح سؤال من يموي لهم إجمالا طبعا هذا حتى كتابي على داعش الأخي خريف الدم العربي أسرار داعش وأخواته نعرفه السعودية وقطر وهذا جو بايدن نفسه جو بايدن قال بالحرف الواحد أمام طلب جامعة هارفرد الأمريكية وعندنا الفيديو موجود وثالذجة كبيرة أصدقائنا الأتراك السعودية القطرية والسعودية تعترض على هذا الكلام إيف بوني مدير المخابرة الفرنسية السابق أيضا كتب يوم 8 أكتوبر 2012 لصحيفة لديباش كيفية معالجة الواقف على الأرض سيد سداوي طيب تقنيا هذا قوات ضاربة عسكرية في الأرض وثم تشابك ثم جزء من المعارضة السورية المسلح ليس كله يعتقد أنه لا يستطيع أن يصمد بدون مساعدة جبهة النصرة على الأقل فلا يستطيع أن يتخلى عن لهنا شفنا الضبابية من الموقف تجاه جبهة النصرة سواء فرنسا وبريطانيا ومريكية مر ضد ضد مر ثم نوع من التراجع ثم نوع من التكتيك لأن الخريطة العسكرية لو تسحب منها فعلا جبهة نصرة وداعش فالصف الآخر الذي يحارب النظام يصبح ضعيفا جدا على المستوى التقني العسكري وهذه خراءة متشابكة في كل مكان ليس فعلا بالهيئة الفصل بينها السعودية معركة أمام إيران في لبنان عبر هذه المستجدات خسرت طبعا لكن أنا من عشاق بيروت أنا تونس يعشق بيروت وزورها دائما ومن عشاق لبنان خاتيك فكرة سوسيولوجية ومبعد لبنان كم لي وقت بدون رئيس دولة سنتين ونصف معجزة عقارية ما شاء الله الدول العربية والأظمة ديكتاتورية صباحا لو يذهب هذا الملكة وهذا الرئيس يقلو فيه فانا البلد سيخرب نحن مش مبسوطين يا رياض نحن مش مبسوطين طيب سويسرا نفسها سويسرا لا يعرف أحد رئيس دولتها لأنه كل سنة الرئيس يمسك سنة فقط مع وزارة ويتغير سبع وزارات كل سنة يمسكو فأيضا معجزة لبنانية أنه تعيش ونروح على بيروت هذا أيضا معجزة لبنانية لبنانية أن تدخلت بها قوى إكليمية لبنانية أولا لبنانية أولا لبنانية تحصنوا فكسيني تعرفين ما معنى الفكسين تلقيحها للمشاهدين الكرام فكسيني يحطوا له جراثيم في جسمه حتى يتحصن صار جراثيم من الزبالية لا يزمعني الشعوب التي عاشت مآسي كبرى تتحصن لبنانين عاشوا حرب أهلية خلاص ما يعودوهاش الجزارين عاشوا حرب أهلية يحبوا ربيع عربية في الجزائر لا يقرب في الجزائر وخص ما يعودوهاش الأوروبيين الحرب العالمية الأولى والثانية تحصنوا الأوروبيين لن يتقاتلوا فيما بينهم لأن مأساة الحرب ليست مسحة الحرب ليست بلاي ستيشن الحرب دماء اللي يعيشها إذن يأخذ درس درس ولن يعيده الشعب السوري متأكد لن يكرر هذه المأساة ربما الخمسة قرون إلى الأمام اللبنيني نفس الشيء يأدركوا وفاهموا أن كل ما حدث هو خسارة لكل لبناني أنا حسب رأي اللبنيني متفقين وأصبحوا وطنينا فيما بينهم تتدخل تأتي الفلوس للأموال الإيرانية مرحبا تأتي الأموال السعودية مرحبا وأدرك والدليل على ذلك أنهم لم ير الدليل كذلك كنا نتصور أن الأزمة السورية ستنتقل إلى لبنان والحرب السورية ستتقلق تاريفين لم تتقل إذن ثم عبقرية لبنانية لابد أن تحي يعني تتفق على ما يقوله سيد صيد داوي هذه عبقرية لبنانية درجة الأولى أيضا للحزب كيف تراقب أنت أنا والله أعتقد نصر لكل لبناني أول شيء ربما خلينا نركز على مقاربة القانون الدستوري نحن كنا التفاصيل نسينا القانون الدستوري الأنظمة السياسية في العالم هي نيابية رئاسية مطلقة أو نيابية مطلقة أو مزدوجة النظام اللبناني نظام برلماني فالأنظمة البرلمانية يعني رئيس الدولة لا ينتخيبه الشعب مباشرة وأنما ينتخيبه البرلمان مثل إيطاليا مثلا من يعرف رئيس إيطاليا من يعرف رئيس إسرائيل وكأن الإسرائيل إلى آخر إذن هذه النقطة تجعل ماذا؟ تجعل أن المشاكل السياسية الوظيفية للحكومات وللرئاسة صعبة جدا تونس من الثورة الآن خمسة ستة حكومات تتساقط الحكومات كذب ذباب في إيطاليا في ثمانينات كل ثلاثة شهور لبنان نظام برلماني تضاف إليه محاصصة طائفية وهذا ما يعقد أكتر الإشكال بالنسبة لنا النظام برلماني معقد فعلا مع المحاصصة الطائفية رغم أني مش رسمية مش دستورية لأنه غير مكتبة هي ضمنية هي سوسيولوجية هي توازنات سوسيولوجية البعض يراها سلبية لأنها تضرب الجانب الهيديولوجي العقادي والبعض يراها إيجابية لأنها تعمل نوع من التوازن والنوع من التكافى الفرص للجميع لكن في كل الحالات ما يحدث من أزمات سياسية رأي ظاهرة معروفة جدا في الأنظمة البرلمانية مثل العادية الأنظمة الرئاسية نعم الرئيس الأمريكي ينتخب مباشرة يعين وزراء الأنظمة البرلمانية حتى منصب رئيس الدولة ليس محدد سبب الحكومة يعني في لبنان محدد هناك توزيع واضح للطوائف والمناصب يعني معروف أنا رئيس الجمهورية ماروني رئيس مجلس الوزراء سيني رئيس مجلس النواب فعلا أمل ما رأيت الأستاذ جلول يضحك على هذا وريونات شوفي في كل حالات أي حرب لدي بداية ولدي نهاية أي مأساة لدي بداية ولدي نهاية أي حرب أهلية لدي بداية ولدي نهاية لن تبقى اليمن إلى 2500 ولا سوريا نفسي إذن سيأتي يوم وتحل مشاكلهم أنا ما يحزوا في نفسي أنه مثاقل وممتحدة في فصلين معروفين شارين الفصل السادس والفصل السابع الفصل السابع هو تدخل العسكري بالقوة لاستثباب الأمن والسلم الفصل السادس لا يطبق على العرب أبدا فقط الفصل السابع ديما ضرب بغداد ضرب ليبيا ضرب اليمن الفصل السادس سهل جدا حل المشاكل السياسية عبر المفاوضات لبونزوفيس بالفرنسي والمساعي الحميدة لماذا لا نطبق الفصل السادس في كل معسين لماذا لا نطبق الفصل السادس في اليمن لماذا لا نطبق الفصل السادس في العراق لماذا لا نطبق الفصل السادس في سوريا لماذا لما تجي المسألة على العرب ننقذ مباشرة إلى الفصل السابع بوم 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 قصف إذا ما في أمريكا ما قصفتش العراق لمدة سنة ونصف حتى إسرائيل كأن إسرائيلي بالحديث عن القصف وما يتركه على الأرض هناك مشكلة أساسية الآن في اليمن لها علاقة بصعوبة إدخال المساعدات العيد صداوي الآن هل هناك من وسيط قادر على التحدث مع الحوثيين في اليمن بشكل واضح؟ عمان مشكورة حكمة العمانية برزت في الأزمة اليمنية وفي الأزمة السورية بلد اختار أن يجمع اختار الفصل السادس من ميثاق العمان التحدى وهو المسائل الحميدة والمفوضة السلمية ولم شمل الأشقاء على عكس من يريد الفصل السابع على عكس التدخل العسكري عمان تلعب في الدور كبير وكبير جدا وهام وتاريخي في اليمن حتى ننزل هذا الفتيل لأن هذه الحرب كما قلت لن تكون لها انتصار ساحق لأي طرف لأن هذه الشعوب وقبال عربية أصيلة موجودة لا يمكن أن تبيدها لا يمكن أن تزيح لا بدنا النخب أن تتكلم شكرا لنها الوقت نحن عندنا لحظة لإزالة كل شك محمد اليدومي وعبد المجيد الزنداني قادة الأخوان المسلمين موجودين بالرياض الآن سيد شوفان شكرا جزيلا لك وشكرا لكم مشاهدين على متابعة أسبوع في العالم مذكر كان معي هنا في الاستوديو الصحفي والمحل السياسي فيصل جلول وكان أيضا معي الصحفي نبيل شوفان إضافة إلى مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية رياض صداوي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر